يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد اتلافها أتلفه الله هذا وعد من الصادق المصدوق من عاش بالمكر مات بالفقر تداين دين ونيتك أنك أنت تسد هذا الدين الله عز وجل بيسهل لك كل السبط حتى تسده أخذته وانت نيتك المكر والخداع والحيلة حتموت بالفقر وكل واحد فينا عنده قصة مرت عليه في حياته ويعرف شخص من النصابين يعلم أنه هذا الكلام واقع وحقيقة أمس كنت أنا واحد من الشباب نسولف فدار الحديث حول هذه الموضوع قال يا أبو فهد لعلك تفكى السنة بتتكلم كلمتين في هذا الموضوع أول ما توظفت صارت لي قصة القصة دي أثرت في بقية حياتي العملية أول ما توظفت غض طريق توي مستلم أول راتب جاني واحد من المعارف وهذا رجال حلو إنسان سلطان مجلس لو جلس في المجلس وسؤاله فالناس تسمع له ومن يوم ما توظفت علاقتي طيبة معايا يعني يجي بدلة القهوة والشاي هو أكبر مني في السن ورجال متزوج عند عيال ووظيفته أحسن من وظيفتي فيقهويني وش محتاج وش منت محتاج المهم بعد شهر يوم استلمت الراتب دق عليه قل لي أنا بأخذ السيارة أبوك تيجي تكفلني وترى بكفالة سورية يعني فتعرف لازم يعني الواحد إذا أخذك صاد يكل له كافي قلت له هاب شريبه فلان ما طلب شيء الناس للناس وكل بالله وأجي طول لعمرك وأوقع الرجل ما بحاشتي راتب أعلم الراتبي الحاصل بعدها الرجال خفت رجل وما صرت أشوفه شهر شهرين ثلاثة أربعة بعدها فترة ما دوريت إلا دورية قدم باب العمل يبغوني الظهر حاولوا يوصلوا لي عن طريق التلفون أرقامي تغيرت ما عرفوا يوصلوا لي جات الدورية مدير الله جزا خير طلع لهم وقالوا له لازم يروح معانا فأخذ مني البطاقة وعطاهم البطاقة وقال أنا مسؤول عنه أخذه وأجيبه لكم حساس ما أطلع في الدورية وقدام الزمنة في العمل الحاصل بعد الدوم رح نالهم وجينا إشفي قالوا أنت كافل فلان فلان يقولت صحيح قالوا فلان ما سدد والجهة اللي أخذ منها السيارة مش تكيتك بصفتك الكفيل كم شهر ما سدد قالوا ما سدد ولا شيء الرجال من يوم ما أخذ السيارة ما سدد ولا حد شفته الرجال من يوم ما جاني نيته هو يجرد فيه وكانت الأربع شهور كانت الأقصاد ما أدري حول عشر آلاف بهذا المبلغ بالنسبة لي في بداية حياة الوظيفية هذا المبلغ كبير ما أقدر أسده اللي حاصل قال ما حطلع إلينا أنا أسدد الأقصاد بيه دفعت وتسلفت وسويت وطلعت من عنده وجاك فيلي يكفلني عشان لو بغوني أرجع رحت للرجال أول شيء اتصلت عليه ما يرد عليه أدق عليه ما يرد رحت البيتة أدق الباب ما يرد عليه أسمع صوت عيالة صوت ما حد يرد عليه سيارة برة ما حد يرد عليه قائلة ليل ما الرجال كفن علي احترت في أمري خلاص بحين الأقصاد كلها لازم أنا اللي أدفعه والمبلغ يعني الظاهر فوق ثمانين ألف ذيك الأيام ففكرت أذكر أنه له زميل دائما روحه يجي معاه بنفس سنة وهذا أجود الرجال فاستوسمت فيه خيرا فدقيت شلف ورحت الخوي قهويت عنده وقلت له يا أبو فلان رفيقك فلان أنا سويت فيه خير وسويت فيه معروف واكتشفت أن الرجال جرت فيه ما أسدد ولا قصد أدق عليه ما يرد عليه أروح له البيت الدوام فركنجي ما يجرس حتى في دوام ما ما عرفت له طريق أنا أبغاك تكون واسطة خير بينه وبينه الأقصاد اللي فاتت أنا دفعتها والآن مطلوب مني أني أدفع بقية الأقصاد وأنا توي في بداية حياتي إنسان أبغى بني نفسي مستقبلي أبغى تزوج قال خير خير يصير خير يصير خير اترك لي الموضوع كم يوم المهم رجعت ثاني يوم أدق على الرجال ذا ما يرد علي هذا خويه ثاني يوم أدق عليه ما يرد علي قلت أقسل ورح له بيته قلت يا فلان أنت صد زيه قال لا والله لكن ما عندي ما أقول لك ويش أقول لك يعني أقول لك سواد الوجه قلت لي عقل العلم ويش رد عليك الرجال قال رحلة وكلمته وحاولت فيه يقول هذا بزر تو في بداية حياته ويستنوا من راتب الفلاني خله يسدد ما وراه شيء ولا مصاريف وما عندني يسدد ترى الرجال ضاك صدري وخرجت من عنده وأنا مجهور يعني ترى قهر الرجال أمر ما هو بسيط غبني غبينا يعني كيف كده يستخلني هذا قتل المعروف بين الناس هذه السلوكيات والتصرفات تخلي الناس مع التثق في بعض معاد أحد يقفل أحد ومعاد أحد يدين أحد والجرم والذنب على مين الذنب أيضا يأخذه صاحب الفعل الأول مثل قبيل يمقتل هابيل كل واحد يقتل في الدنيا هقابيل لهم من الإثم مثل القاتل الجديد الحاصل قلت يا ولاد خلني أروح أشتكيه قالوا لي بعد ما تسدد آخر قصد تأخذ مخالصة وتشتكيه بعدها يعني الموضوع مطول وبالسنين باقي على أقصاد سنين وهو عارف النظام الظاهر غبنت صار الرجال ذا دائما في بالي في تفكيري موضوع ذا قديم فلا سمعت سيرة كفالة أوص الشباب اللي حوله لا أحد يكفل أحد انت أبهو الدنيا ما أحد فيها خير تبغى تكفل أحد يسأل نفسك سؤال هذا اللي انت كفلته لو مات تسدد عنه بقية الأقصاد وانت يعني مبسوط توكر على الله وكفله غير كذا لا تكفل أحد يعني لا تكفل غير أخوك أبوك أخوانك الدارة المحيطة فيك وتروح الأيام وتجي الأيام وسمعت أنه عمله العمله ذيك الأيام كان ياخذ راتب الظاهر شيك وروح يصرف وأنه عمله خلاص بيخلونا الرواتب تنزل على البنك مباشرة وسبحان الله جتني فكرة قلت يا ولد ليش ما تروح المدير القطاع هذا مدير القطاع تعته عدة إدارات واحدة من الإدارات ذي يشتغل فيها هذا اللي جرت فيه قلت لكم هو من المعارف فرحت المدير القطاع أخذت معاي واحد من الشباب حكيم ودخلنا عليه وشرحت له الرجل كان رجل حكيم ورجل فيه خير تبسم وقال إن شاء الله أن المعروف ما يموس بين الناس وأطم منك ترى إحنا الآن في طور انتقال خلاص الرواتب تروح آليا على البنك وعندنا معاهدات مع شركات التوكيلات ومع البنوك أي أحد كان عنده أقصاد سابقة آليا نحولها ويصير الاستقطاع على الراتب من البنك أنا هشوف الموضوع هذا عطني يومين وادق عليك استبشرت خير وبالفعل بعد يومين جاني التصال من مدير الإدارة ورحت مريته وقال لي تطمن عملية الاستقطاع حتكون من راتب الموظف بدءا من الشهر القادم وعن طريق البنك وعطينا إذن للتوكيلات اللي يأخذ منها السيارة تستقطع مباشرة من راتبه وهذه ورقة تروح توديها للتوكيلات حيث أنهم ما عاد يطالبونك بشيء الله يتزاه بالخير أما هذا اللي لفه دار وطلع لفه دار على ناس كثير غيري الآن يتسول الناس يا جماعة الخير العشرة والعشرين والخمسين والمئة ريال وصدق من قال من عاش بالمكر مات بالفقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر